عاجل تعرف على خطة مصر والسودان لحسم أزمة سد النهضة وعاجل بيان بشأن انفصال محمد صلاح عن زوجته ننشر لكم التفاصيل وعاجل الحكومة تعلن موعد تشغيل المحطة النووية وعاجل اشتعال الحرب الكلامية بين بايدن وبوتن ننشر لكم آخر التفاصيل صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجي لكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين نبدأ في تفاصيل أول خبر معنا وعاجل تعرف على خطة مصر والسودان لحسم أزمة سد النهضة الدكتور عبدالهاد إبراهيم وزير الاستثمار السوداني كشف عن موقف مصر والسودان من أزمة سد النهضة مؤكدا أن البلدين قررا حسم الأمر قريبا أوضح أن مصر والسودان يجمعها تصور مشترك لقضية سد النهضة والحقوق الخاصة بمياه النيل أشار إلى أن هناك خطط ومشروعات كثيرة لاستغلال حصاد المياه أي المياه الزائدة لدى السودان والتي تتبخر بسبب عدم الاستخدام ويمكن التوسع في المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية أكد أن مصر داعم دائم للسودان في مختلف القضايا والمحافل الدولية والإقليمية مشيلا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم كل الدعم السياسي والمعنوي لدولة السودان على المستوى العالمي ومع مختلف مؤسسات التمويل الدولية وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الإفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ أن السودان تتلقى دعم مباشر من مصر يتمثل في المساهمة في إدماج السودان في المجتمع الدولي والاستفادة من فرص التمويل المختلفة بما يسانج جهود السودان في تطوير التنمية إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي والتي حققت مصر فيه نجاحا كبيرا أشار إلى أن الرئيس سيسي قدم دعم واضح للسودان في مؤتمر باريس من خلال خطاب قوي كما ساند السودان لدى مؤسسات التمويل الدولية بما سمح بحصول السودان على إعفاء من ديونها وفقا لبرنامج هيبت لإعفاء الدول المثقلة بالديون بسبب الوباء إلى جانب الدعم في قطاع القهرباء والمد الشبكي المصدر معنا كان من الموجز نتمنى إن شاء الله الخير لدولة السودان الشقيق بإذن الله وموضوع صد النهضة ده نتمنى إنه يتم حله قريبا لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة ويلا نخش على الخبر التالي ننتقل لخبر آخر معنا وعاجل بيان من زوجة محمد صلاح بشأن انفصالها عن الفرعون محمد صلاح كشفت ماجي زوجة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لبعض المقربين لها أن علاقتها بزوجها على ما يرام وأنه لم يحدث انفصال بينهما مؤكدة أن كل ما ينشر غير صحيح كانت ماجي زوجة محمد صلاح وابنته مكة وكيان قد غابوا عن أجازة النجب الكبير في مصر ما أثار تساؤلات بين عشاق هداف ليفربول الإنجليزي يقضي صلاح إجازته في مصر على شواطئ الغردقة بأحد المنتجعات في المدينة الساحلية العالمية جونا حيث اختار منتجعا سياحيا ظهر فيه مع عدد كبير من المصريين هناك ولكن لم تظهر معه زوجته ماجي أو ابنتيه مكة وكيان وهو ما جعل جمهور اللاعب يتساءل عن مكان أسرته ولماذا لم تظهر معه بناته في الصور وقال مصدر مقرب بن صلاح إن زوجته ماجي وابنتيه لم يغادرن إنجلترا من الأساس ولا يقضي أن معه الأجازة الحالية وهذا هو سر غيابه عن معظم السور التي ظهر فيها محمد صلاح مع جمهوره ومحبيه وعاشقي قرة القدم من المصريين الذين يعتبرونه مثلا أعلى لهم فيما كشف مصدر من عائلة صلاح أن زوجته وبناته وصلنا قرية النجريح لقضاء الأجازة مع الأسرة ويبدأ يوم محمد صلاح بمغادرة فيلا الإقامة في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا ويبدأ يوم محمد صلاح بمغادرة الفلا الخاصة به في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا ثم التوجه إلى مارينة جونة بمنطقة أبو تيج ليبدأ رحلته على متن لانش خاص بأحد أصدقائه المقربين إلى جزيرة بيوض القريبة من شواطئ جونة برفقة اثنين من أصدقائه وسط الحراسة الخاصة المصدر معنا كان من صحيفة الموجز وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر يعني شائعات أن محمد صلاح انفصل عن زوجته هذه مغرد إشاعات انتقل لخبر آخر معنا عاجل الحكومة تعلم موعد تشغيل المحطة النووية قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن توليد الكهرباء من محطة الضبع النووية سيبدأ عام 26 مضيفا أن قدرة المحطة تبلغ 4800 ميجاوات وأشار الوزير في تصريح أمس الجمعة خلال الجلسة الثانية لمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر أن توفير الكهرباء والطاقة قضية أن قومي وهو ما أدى لإحداث تطور هائل في قطاع الكهرباء المصري ويشارك في المنتدى الذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل رؤساء هيئات الاستثمار في 33 دولة إفريقية المصدر معنا كامل الموجز وأترك لحضركم التعليم على هذا الخبر ننتقل لخبر آخر معنا وعاجل اشتعال الحرب الكلامية بين بايدن وبوتين ورد الرئيس فلاديمير بوتين على وصف نظيره الأمريكي جو بايدن له بأنه قاتل قائلا إنه سمع مرارا اتهامات من هذا القبيل بوتين قال في تصريحات لشبكة MBC الأمريكية سمعت مرارا اتهامات من هذا القبيل وهذا لا يقلقني وأضاف العلاقات بين أمريكا وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة وردنا على تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول تزويد روسيا لإيران بمنظومة أقمار صناعية متطورة للتجسس أكد الرئيس الروسي أنه لا يعرف شيئا عن هذا التقرير ومن المتوقع أن تعقد قمة بوتين وبيدن في 16 يونيو الحالي في جينيف وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الوباء وأهم المحاور الدولية والنزاعات الإقليمية المصدر معنا كان من الموجز وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر انتقل لخبر آخر معنا وسد النهضة مصر تكشف عن سر خطير قال الدكتور محمد أبو زيد وزير رايل أسبق في مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على MBC مصر أن في صعوبات في تنفيذ إثيوبيا لعملية الملء الثاني لسد النهضة في الوقت الحالي وذلك بسبب أن ارتفاع الخرصانة الخاصة بالسد لم تصل إلى المستوى المطلوب وأضاف أبو زيد لبرنامج يحدث في مصر أن هناك إصرار على التعنت من الجانب الإثيوبي رغم وساطة الاتحاد الإفريقي أوضح وزير رايل أسبق أن إقدام إثيوبيا على الملء دون اتفاق بلزم لجميع الأطراف هو موقف متعنت جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا أي إي بي على الفيسبوك وعلي يوتيوب وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته